السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كنا تعرفنا على النعت الحقيقي في تسجيل سابق وقلنا انه ما دل على صفة من الصفات في منعوته مثال ذلك حب الوطن من الايمان كلمة صحيحة ثابتة فالمفردة كلمة هنا الملونة بالاخضر هي منعوت او موصوف وكلمة صحيحة وثابتة هما صفتان تبعة الموصوفة في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والاعرابي والعددي بينما النعت السبب هو ما دل على صفة من الصفات تتعلق بمنعوته لاحظ معي هنا في التعريف الاول قلنا ما دل على صفة في منعوته اي مباشرة ان النعت يتبع المنعوته من حيث الصفة اي ان الصفة موجودة في المنعوت مباشرة دون الحاجة الى واسطة بينما في النعت السببي هناك واسطة بين النعت والمنعوت ما هي هذه الواسطة الموجودة بين النعت والمنعوت هو اسم يأتي بعد النعت لاحظ معي المثال هنا اختلف حب الوطن من الايمان كلمة صحيح ثابت معناها اذا كلمة معناها غير موجودة في المثال الاول بالنسبة للنعت الحقيقي اذا هو اسم يأتي بعد النعت السببي فكلمة صحيح وكلمة ثابت هما نعتان سببيان يبينان صفة ليست في المنعوت كلمة وانما صفتان موجودتان في الاسم الذي جاء بعد النعت السببي وهو المعنى فالصحيح والثابت هو المعنى وليست الكلمة اعيد الصحيح والثابت هو المعنى وليس الكلمة اذا وكأن الصفة هنا وهي صحيح وثابت تبعت المنعوت كلمة ليس مباشرة كما في النعت الحقيقي وانما عن طريق واسطة ما هي هذه الواسطة هي هذا الاسم الذي جاء بعد النعت السببي اذا حب الوطن من الايمان كلمة صحيح ثابت معناها فكلمة منعوت وصحيح ثابت نعت السببي لكن هذا النعت السببي لا يبين الصفة الموجودة في المنعوت وانما يبين الصفة في اسم بعده وهو كلمة معناها التي تتعلق او لها علاقة بالمنعوت اذا في ماذا يتبع النعت منعوته او الصفة موصوفة لاحظ معي هذا المثال حب الوطن من الايمان كلمة تجري على ألسنة المسلمين صحيح ثابت معناها هذه الجملة موجودة في كتابي السنة الاولى في درس النعت السببي اذا يتبع النعت السببي منعوته في امرين اثنين فقط اولا في الاعراب لاحظ معي المفردة كلمة هي مرفوعة ايضا النعت السببي صحيح ثابت ومرفوع اذا يتبع النعت السببي منعوته في الاعراب اذا كان المنعوت منصوبا كانت النعت السببي منصوبا وإذا كان المنعوت مجرورا كان النعت السببي مجرورا وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت السببي منصوبا يتبع النعت السببي المنعوت أيضا في التعريف والتنكير راحض معي المفردة كلمة فهي الآن نكرة أيضا كلمة صحيح وثابت وهي النعت السببي أيضا نكرة إذن يتبع النعت السببي منعوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير فقط يبقى لنا الآن أمرين اثنين بالنسبة للعدد فإن النعت السببي دائما يكون مفردا حتى لو كان المنعوت جمعا أو مثنا فإن النعت السببي يجزم الإفراد فقط أيضا يتبع النعت السببي أو يخالف النعت السببي منعوته من حيث التذكير والتأنيث ولكن النعت السببي هنا لا يتبع المنعوت من حيث التذكير والتأنيث ولكن يتبع الإسم الذي جاء بعده كما تلاحظون في هذا السهم المبين إذن يتبع النعت السببي الإسم الذي بعده في التذكير والتأنيث فهو لا يتبع منعوته ولكن يتبع الإسم الذي بعده كما تلاحظون المفردة كلمة هنا هي مؤنثة بينما كلمة صحيح هي مذكرة فخالفه في التذكير والتأنيذ إذن أعيد هذا الشرح باختصار إذن حب الوطن من الإيمان كلمة تجري على ألسنة المسلمين صحيح ثابت المعناها إذن فكلمة صحيح وثابت هما صفتان يدلان على المعنى فالمعنى هو الصحيح الثابت وليس الكلمة إذن يتبع النعت السببي المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير ويكون النعت السببي دائما مفردا حتى ولو كان المنعوت مثنا أو جمع ويتبع النعت السببي الإسم الذي بعده في التذكير والتأنيذ ويخالف منعوته كان هذا كل شيء في هذه الحلقة إذا كان هناك سؤال أو استفسار فلا بأس أن تذكر ذلك في التعليق أشكركم على الاشتراك في القناة والإعجاب بالتسجيلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته